اشتركوا في القناة وأقوم بترتيبها كما قال لي رئيس العمال وأتصبب عرقا في هذا الجو الحار تركه مدير الانشاءات وذهب إلى عامل آخر وسأله نفس السؤال فكان رد العامل الثاني أنا أقوم بتشكيل هذه الأحجار إلى قطع يمكن استعمالها وبعد ذلك تجمع هذه الأحجار حسب تخطيطات الخاصة بالمهندس المختص بالمشروع وهو عمل متعب وأحيانا يصيبني بالملل ولكني أكسب من هقوتي أنا وزوجتي وأولادي وهذا أفضل عندي من أن أظل دون عمل بعدها ذهب مدير الانشاءات إلى عامل آخر وسأله نفس السؤال فرد العامل عليه قائلا وهو يشير إلى الأعلى ألا ترى أني أقوم ببناء ناطحة سحاب؟ حبنا وقناعتنا بما نؤديه من عمل والاستمتاع به مهما كانت صعوبته ومتاعبه هو أول طريق النجاح والوصول إلى تحقيق الهدف يوم كم سايد